مفيش أجمل ولا أروع ولا أحلى ولا أفضل من إنك تتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نهاردة بقى نتكلم عن سيرة النبي وخصوصا حديث النبي عن نفسه عليه الصلاة والسلام يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعرف أكتر عن سيدنا النبي وسيدنا النبي بيتكلم عن نفسه إزاي من دكتورنا الفاضل والجليل واللي دايما بكون سعيد بوجوده معنا في دنيا ودين أخوي وحبيبي مولانا الغالي دكتور عصام الروبي من علماء الزر الشريف يا نبيك مولانا محمد الله بك أهلاً في محمد الله يكرمك بفضل مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليماً كثيراً وبعداً إذا أردنا أن نتحدث عن حديث النبي عليه السلام عن نفسه فهذا مقام طيب لماذا؟ إذا سألت إنساناً ما سؤالاً قلت له يا فلان أريدك أن تصف لي نفسك جميل أو قدم لي سيرة عن نفسك سيقول أنا فلان موليد كذا إقامتي كذا مهلاتي كذا صحيح نبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه فيقول عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح تمام ولدت من نكاح لا من سفاح معنى ذلك أن النطف الطاهرة لازالت تتقلب بين الأباء والأمهات في عالم الضر وفي عالم الأصلاب حتى وصلت إلى عبد الله بن عبد المطلب والسيدة آمنة بنت واحد والدة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لفت الله أنظرنا في سورة الشعراء فقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين شوف الآية دكتور محمد وتقلبك في الساجدين معنى ذلك يعني ولدت من نكاح لا من سفاح ولذلك الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إن الله سبحانه وتعالى الصفى كنانة من ولد إسماعيل والصفى كريشا من كنانة أعني قبلة كنانة وصفى بني هاشم من كريش والصفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار من خيار جميل عليه الصلاة والسلام هذا أولا النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا ذكر لنا حديثا رائعا حينما قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنا بيتا فأحسنه وأجملا إلا موضع لبنى في زاوية من زوايا تخيل بنا بيتا جميلا فأحسنه وأجمله وأتمه إلا ركلا واحدا إلا موضع لبنى في زاوية من زوايا فجعل الناس يطوفون حوله ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنى يعني يا سلام لو أن هذه البناية الجميلة اكتملت هل لا وضعت هذه اللبنى فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين أيضا نبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني معدنه نفيس تعرفون نسبه وحسبه وصدقه أمانة طهارة عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم إذن الآية الكرآنية هي رائعة حقيقة يا دكتور يعني إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبالحاجات الجميلة دي والكلام ده عدم بقى إيمان الناس مش هنقول بالنبي ده عدم إيمانهم بالمولى تبارك وتعالى والزوار الكونية اللي احنا بنشوفها والحاجات اللي تكلم على سيدنا النبي والكلام ده ورغم ذلك في بعض الناس كده لا في دماغهم إله ولا في دماغهم نبي ولا أي شيء يعني رأيك إيه في فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور